بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هناخد رابح حصة في رياضيات الصف الثالث الابتدائي المنهج الجديد وهندرس الاطوال وهنتعرض لعلاقة مهمة جدا بين المتر والسنتيمتر العلاقة زي ما هنشايفينها قدامنا ان المتر بيساوي 100 سنتيمتر تعالوا بينا نتعرف على الاطوال وهنربط الاطوال بموضوع الرسم البياني والاعمدا البياني ايضا قدامنا قبل كده نستخدم وحادات لقياس الطول ايه الوحادات الاعلينا السنتي متر ورمزه سين ميم وهال متر ورمزه ميم ذلك الوحدات المراضي حيضاف ليهم وحدة الملي متر السنتيمتر بيستخدم لقياس الأشياء القصيرة زي ايه؟ أمثلة طول الألم الرصاص وطول الإصبع وعرض كتاب الرياضيات بيستغل الحتة دي في أسئلة إختار يقولك طول الألم الرصاص الوحدة المناسبة له ايه؟ السنتيمتر ولا المتر؟ على طول هنقوله السنتيمتر الوحدة التانية المتر يستخدم لقياس الأشياء الطويلة نسبيا زي ايه؟ زي طول الحائط وطول حجرة الفصل وطول الباب وطول طريق يعني ده قلتلك طول الفصل أو طول حجرة الفصل عندك هيستخدم لقياسها ايه؟ صح المتر لو قلتلك طول الباب ممكن تستخدم المتر وطول طريق من المدرسة للبيت طبعا ممكن تستخدم المتر وممكن تستخدم الكيلو متر بس هنا الأشياء الطويلة نسبيا بنستخدم لها المتر مثال على ذلك بيقول لي استخدم المصدرة في قياس طول الأشياء الألاتية كلنا هارفين المصدرة هيرسم لي الشيء أو الصورة ويحط لي المصدرة طبعا احنا بنقيس من الصفر البداية من الصفر لحد كام؟ صح يبقى عندي طول فرشات الأسنان هيساوي كام؟ صح عشرة سنتيمتر بعنيك طبعا طول المعلقة اللي انت شايفها بتبدأ برضو من صفر لغاية كام؟ صح صفر واحد اتنين ثلاثة اربعة استمر هتوصل لغاية تمانية يبقى على طول الطول بيساوي تمانية سنتيمتر قدامك براية البراية بتبقى قصيرة لو انت عديت هتلاقي من الصفر ونهايتك لاثنين هتقول له اتنين سنتيمتر طبعا انت ما عليكش كسور ولا كلام من ده انت بس هتقول لي الطول بكام؟ واحد اتنين ثلاثة اربعة لحد ايه؟ حد عشرة سنتيمتر اللي هو طول المسترة الموجودة معاك نمر اربعة مديلي الم ويقول لي الالم ده طوله قد ايه؟ طبعا من الصفر لغاية الخامسة يبقى على طول الطول يساوي خمسة سنتيمتر بعد كده بيقول لي اخترق الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطافة كل مما يأتي زي ما قلتلك بيسألك على الوحدة المناسبة او طول المناسب بيقول لي اذا كان طول الشريط الشريط اللي قدامك ده طوله 8 سنتيمتر تقريبا فان افضل تقدير لطول دبوس الورق خد بالك بقى انا عندي هنا حاجتين شريط ودبوس هو بيقول لي الشريط تقريبا 8 سنتيمتر طب يبقى الدبوس هتقدره بقى ايه؟ يبقى هنا العملية نسبية او العملية تقريبية خد بالك بقى هل هتقدره ب3 سنتيمتر ولا 4 سنتيمتر ولا 8 سنتيمتر طبعا تعالى نبدأ من التمانية التمانية ده طول الشريط كله يبقى عمره هيكون تمانية لانه صغير جدا الاربعة هي نص التمانية معروفة جدا انت بنص الشريط اهو يبقى محصلش نص الشريط بالنظر كده طب يبقى خلاص يبقى ده هيبقى أقل من نص الشريط يعني أصغر حاجة عندك كام صح ثلاثة سنتيمتر نمرة اتنين بيقول لي إذا كان طول القلم 11 سنتيمتر القلم ده ب11 سنتيمتر طب السلسلة بقى فإن أفضل تقدير لطول السلسلة 6 سنتيمتر ولا 10 سنتيمتر ولا 13 سنتيمتر لو انت بالنظر كده مين أطول الألم الرصاص ولا السلسلة طبعا السلسلة طب الألم الرصاص 11 يبقى السلسلة أكيد هتكون أطول من 11 سنتيمتر طب مين هنا أطول من 11 ال6 ولا العشرة ولا 13 مين العدد الأكبر من 11 ال6 ولا العشرة ولا 13 طبعا كلنا بنقول دلوقتي كام صح 13 سنتيمتر نمر الثلاثة بيقول لي اذا كان طول شريطة الشعر اللي هي بتلحط في الشعر بيتربط بها الشعر 7 سنتيمتر يبقى الشريطة الحامرة ديت ب7 سنتيمتر تقريبا فان افضل تقدير له طول الحبل الحبل اللي قدامك ده يبقى افضل تقدير له كام طبعا نفس الفكرة اللي فاتت عندك طول شريطة الشعر 7 سنتيمتر والحبلة اطول منها يبقى ده هيكون اكيد اكبر من 7 سنتيمتر لو بسيط للاختيارات اللي عندك هتلاقي 10 17 23 ده كلهم اكبر من 7 سنتيمتر بس خد بالك بقى في حاجة تقديرية هتلاقيها اكبر من 7 سنتيمتر صحيح بس مش كبيرة قوي ده الحت الزيادة دي حتة بسيطة مش كبيرة قوي يبقى على طول اختار الصحيح هيكون كام 10 سنتيمتر طبعا لو واحد ما عندوش يعني حسن تقدير ممكن يختار لك السبعتاشر او الثلاثة وعشرين فاحنا بنختار هنا اضاق اجابة اضاق اجابة او احسن اجابة عندي هي العشرة سنتيمتر اقول لي اختار الاجابة الصحيحة مما بين القوسين في كل مما يأتي مديني مجموعة من الاسئلة الوحدة المناسبة لقياس طول القلم رصاص المتر او السنتيمتر طب القلم الرصاص ده حاجة صغيرة ده يدوبك بتمسكها بايدك حتى بعض الناس بتكسر القلم بالنسبة للاطفال وتقسمه بالنص عشان بيبقى طويل عليهم يبقى على طول عندي هاختار من؟ السنتيمتر الوحدة المناسبة لقياس طول الاسبع يمكن تتخدم المتر الوحدة المناسبة لقياس طول مفتاح الوحدة المناسبة لقياس طول ويبقى بالسنتيمتر الوحدة المناسبة لقياس طول شجرة الشجرة طبعا تبقى طويلة يبقى نستخدم المتر الوحدة المناسبة لقياس طول ريشة هي رشة الطير طبعا صغيرة أو قصيرة جدا يبقى نستخدم السنتيمتر لقياس طول ريشة العلاقة اللي عندنا النهاردة المتر بيساوي 100 سنتيمتر خد بالك معناها ايه؟ معناها لما بتحول من متر لسنتيمتر بتضرب في مية ايه مستو احنا ماخدناش الضرب لا كل اللي عليك بس هتحط سفرين قدام العدد يتحول من متر لسنتيمتر ما تقلقش طب لو انت عايز تحوله من سنتيمتر للمتر بتقسم على مية معناها انك بتتخلص من سفرين هنقولها دلوقتي حالة مثال ذلك لو قلت لك 3 متر طب التلاتة متر دول كم سنتيمتر؟ المتر في مية طب التلاتة دي ما هي واحد زائد واحد زائد واحد يبقى مية زائد مية زائد مية يبقى يساو كام؟ 300 سنتيمتر انت ما تتعبش نفسك انت اكتب التلاتة حط جنبها سفرين علي منها تبقى 300 سنتيمتر لا تقول ضرب ولا اسمها انت تكتبقى 300 سنتيمتر عقليا على طول مباشرة اللي بعد كده عندي 4 متر على طول زيها 400 سنتيمتر الخامسة خلاص حافظنا 500 التسعة صح 900 سنتيمتر والسبعة كمان 700 سنتي والتمانية 800 سنتيمتر ضع علامة اكبر من او اصغر من او يساوي ازاي نقارن بين كميتين؟ طبعا عشان نقارن بين كميتين لازم يكون عندنا نفس الوحدة طب يعني هي نفس الوحدة هنا الوحدة بالمتر وهنا الوحدة بالسنتيمتر لازم تحول طب الاسهل تحول من متر السنتي ولا من سنتيمتر والله هي اتنين سهلين بس الافضل وحد دايما نفسك ل groupe تحول الى طول من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة دايما نخل الوحدة كبيرة بعد صغيرة وده افضل طريقة عشان تحول بين الوحدات طبعا سبع متر يسوي سبعمائة سنتيمتر هنا سبعمية وهنا ستمية طب ما احنا حفظنا خلاص السبعمية اكبر من الستمية يبقى هنحط علامة اكبر من طيب اتنين متر وتلتميت سنتيمتر على طول حنحول الاتنين متر اكتبها متين سنتيمتر طب المتين ولا التلتمية اه تلتمية اكبر بس انت اخد مالك انت بتقارن اللي علي مين باللي على الشمال يبقى انا هقول له المتين اصغر من التلتمية يبقى على طول هنستنتج ان اتنين متر اصغر من تلتميت سنتيمتر بعض الناس بتنخدع وتقولك هنا تلتمية وهنا اتنين لا لازم عشان تقارن اول حاجة لازم تخلي الوحدة اللي علي مين زي الوحدة اللي على الشمال يعني لازم تحول بعد كده بتبدأ تقارن تقارن يعني ايه هنكتب اكبر من ولا اصغر من ولا يساوي نمر الثلاثة 800 سنتيمتر وتمانية متر عينك على الثمانية متر انا هكتبها 800 سنتي طيب 800 سنتيمتر وهنا 800 سنتيمتر يبقى على طول هنكتب يساوي اخر واحدة 400 سنتيمتر و 7 متر السبع متر بكام ب700 سنتيمتر الربعمية ايه لقتها بالسبعمية الربعمية اقل من سبعمية يبقى 400 سنتيمتر اقل من سبعة متر يقول لي لاحظ ان اخد بالك بقى في لاحظ ان ديت حساب عقلي بيقول لي نصف متر بيساوي كام سنتيمتر 50 سنتيمتر طيب انت تجيبها ازاي نص المية كام كلنا عارفين لو انت معك 100 جنيه تقدر تفوك كلمة جنيه ديك لخمسين وخمسين ورقة بخمسين ورقة بخمسين يبقى اخد بالك نصف متر بيساوي 50 سنتيمتر سيها بقى الربع متر 25 سنتيمتر تبتعال بقى لثلاثة اربع المتر اخد بالك الثلاثة اربع هتدرسها على فكرة بيساوي 75 سنتيمتر هيقول لك اكمل هيكتبها لك في صور حسابية يعني ايه كلمة ربع بيكتبها واحد على اربع واحد على اربع متر اللي هي ربع متر اكتبها بيتساوي 25 سنتيمتر افتقارها دايما بالربع جنيه بس الربع جنيه اطلقها 25 سنتيمتر ثلاثة اربع متر بتساوي كام صح بتساوي 75 سنتيمتر طب النص متر بيساوي كام 50 سنتيمتر وده فرصة بتعرف شكل الربع بيتكتب ازاي والثلاثة اربع بتكتب ازاي والنص بيتكتب ازاي ده الربع ودي ثلاثة اربع ودي النص ما تنساش لو حد قالك تعرف تكتب الربع هتقول له اه واحد على اربعة ينتق كده ثلاثة اربع ثلاثة على اربعة النص واحد على اثنين بعد كده بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين طبعا بردو بيقارن طيب بيقارن هنا عندي 4 متر وهنا 400 سنتيمتر الـ 4 متر هكتب 400 سنتيمتر خلاص حفظنا يبقى على طول هنكتب يساوي 800 سنتي و 7 متر 7 متر 700 800 أكبر من 700 يبقى أنا أختار أكبر من 500 سنتي و 9 متر 9 متر 900 سنتيمتر طبعا 500 طبعا أقل من 900 يبقى أنا أختار أقل من واللي يرتب الأطوال الآتية من الأطول إلى الأقصر من الأطول معناها إيه؟ يعني من الكبير للصغير زي المقارنة بالضبط الترتيب أو الترتيب زي المقارنة لازم يكون عندي نفس الوحدة طب إحنا اتفقنا هنحول من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة أو العكس عادي ما فيش مشكلة أنا هنا عشان ما فوتش عليك حتة التحويل من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة هنحول السنتيمترات إلى المترات طيب 300 سنتي أقدر أكتبها 3 متر خلاص اتخلص من الصفرين 500 سنتيمتر أقدر أكتبها 5 متر خلاص هكتب فوق 300 سنتي 3 متر وفوق 500 سنتي 5 متر تعال نكتب الترتيب الترتيب كلهم بالأمطار طب من الأطول إلى الأقصر الأطول يعني الأكبر خل بالك يبقى عندي 7 متر بعد كده 5 متر 4 متر وكمان 3 متر بس خد بالك هو مدكش الخمسة متر والتلاتة متر إذا انت علشان تسهل على نفسك كتابت صور السنتيمترات في صور مترات يبقى أنت واجب عليك تعيد تاني كتابتهم زي ما كانوا يعني التلاتة متر هتكتبها كام 300 والخمسة متر ترجعها الأصلها تكتبها كام 500 سنتيمتر يبقى الترتيب هيصبح طبعا 7 متر وبعدين 500 سنتيمتر وبعدين 4 متر وبعدين 300 سنتيمتر ما هو الطول أو أكبر طول عندي هو 7 متر ما هو أصغر طول 300 سنتيمتر سأخد بالك ساعتي يقب لك اختيارات يقول لك أكبر طول موجود عندي 700 و 500 سنتيمتر و 400 و 300 سنتيمتر هتختار على 7 متر طب لو قال لي أصغر طول موجود عندي طبعا هختار له 300 سنتيمتر بكده يبقى احنا انتهينا من الحسة الأولى في قياس الأطوان منلتقى على خير في الحسة التانية لا تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك شير الفيديو مع أصحابك وسبسكرايب القناة